السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في مقرر كمبيوتر نيتوركس معكم الدكتور خالد بن شاوي عضو هيئة تدريس بجمعة الجميع النهاردة إحنا هناخد أوفر فيو بس كده يعني فكرة عن الكمبيوتر نيتوركس وحنبدأها بسؤال تملي إحنا بندرس كمبيوتر نيتوركس إحنا بنقول إن المقرر ده بيديك البيزيك نوليج للكمبيوتر كوميونيكيشن يعني إزاي الكمبيوتر ستتكلم مع بعض وده مهم جدا لأن أنت داخل أو أنتم داخلين على سايبر سيكورتي كلمة سايبر سيكورتي أو الأمن السبراني معنى أصح بنقدر نقول عليها النيتوركس سيكورتي دي أنت بتشتغل في تأمين شبكات علشان تقدر تشتغل في الفيلد ده أو تفهم الفيلد ده يبقى أبسط حاجة لازم تعرف إيه هي الشبكات هي الشبكات شغالة إزاي علشان أعرف أدير مخاطر لأمن سبراني لازم أعرف التكنولوجي اللي أنا شغال عليها دي بتتكلم مع بعض إزاي إيه اللي هي الرولز بتاعتها قواعد بتاعتها هي شغالة إزاي إيه تعرفها إيه الأجزاء الرئاسية بتاعتها ده الكلام اللي إحنا حندرسه في المقرر ده في الكورس التكميل إن شاء الله قبل ما نطمن ندخل على المقررات الأساسية للماجستير الأمن السبراني ولأن الشبكات الحقيقة دخلة حتى في التكنولوجيات الحديثة زي الإنترنت أو الثينجز اللي فيكم ما يعرفش الإنترنت أو الثينجز أو الآي أو تي هو ده المستقبل آآ شركة تسلا يعني مثلا عملية عربية بدون سائق يعني عبرها عن مجبوعة سنسورز بتعمل سنسنج للطريق لنوع الطريق اللي يمشي عليه اللي فيه سركنيشن على الناس اللي قدامها أو الإيميجز اللي قدامها لكذا حاجة هي أصلا بتكومينيكيت مع بعض إزاي يعني إحنا مثلا لو تخيل أنت نفسك سائق عربية والعربية دي وقفت بيك في الطريق أطلانه الآي أو تي لو البنية التحتية بتطلع آي أو تي موجودة فهي العربية أوتوماتيك بتبعت كود العطل لمركز الخدمة مركز الخدمة بيبدأ يفسر العطل ده ناتج عن إيه وبيبدأ بتبص تجيلك فيدباك على الموبايل بتاعك لأنه هو عارف العربية دي ايه وهو طبعا مع الكود بيبعت بيانات العربية وبيانات المالك بيجي لك تليفون يقول لك والله توجه لأقرب مركز خدمة لك طبعا هو بياخد الكيشن بتاعك وبيبدأ يوجهك لأقرب مركز خدمة عشان تصلح العطل ده دي الانترنت وانت بص لمرحلة لو انت مثلا عندك تلاجة جهازة بال اي او تي تكنولوجي وانت جيت مثلا رف اللي بتحط فيه البيض الرف ده مثلا اللي بتخلص عندك فهو بيحس بسنس ان الويت عنده اختلف فتبص تلاقي اوتوماتيك من خلال النيتوركس التلاجة دي او الديفايس ده بعت ميسج لسوبر ماركت اللي انت بتتعامل معاها طبعا الكلام ده ده كله بيبقى متبرمج قبل كده في التلاجة بيبعدها بال العدد اللي هي اللي انت عايزه اللي انت بتستهلكه من البيض مثلا فبيبص تلاقي سوبر ماركت بيخبط عليك بيقولك تفضل الحاجة اللي انت طلبتها انت ما عندكش بيط في التلاجة طبعا انا بدي امثالة بسيطة جدا وامثالة ممكن تكون ظريفة شوية بس هي دي الحقيقة هي وده احنا دخلين على كده الاي اوتي دلوقتي احنا بنستخدمه في السمارت سيتي والسمارت كانبوس في الحرم او مدن الزكية في اشارات المرور في حاجات كتير جدا لان هي دي بنحنتبر بنعتبرها تكنولوجيا ناشئة وهي دي تكنولوجيا ان شاء الله طبعا كلاود كومبيوتينج نفس الموضوع هي كلاود كومبيوتينج موجودة وهي اصلا بتاعها نيتورك بعض التكنولوجيات الاتصالات للحديثة زي 5G وان شاء الله في 6G بعد كده دي كلها سيلور نيتورك حندرسها في اخر في المحاضرة لقبل اخيرة الداتا سنتر بانواحة الويب أبليكيشن تطبقات الويب ان انت بتشتغل عليها التخزين تكنولوجيا تخزين البيانات كل دول بيستخدموا نيتورك فشيء طبيعي ان ان كنت لازم تعرف هي الكمبيوترز بتتكلم مع بعض ازاي احنا بنزل النيتورك من خلال عشر محاضرات بعشر فصور رؤسية احنا بناخد الاول الانترودوكشنز وبنبدأ نشوف بقى طب ايه شكل النيتورك عامل ازاي ايه انواحها انترنت بدأت ازاي واتطوارت ازاي انواع الاتصالات اا عامل ازاي هي الاجهزة النيتورك اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية ااا انواع ال يعني احنا قلنا انواع الاتصال يعني الحاجات دي احنا بنبدأ ندردش فيها في الاول بنقولها دي فاندومنتالز اوف ااا اوف نتورك وفي الناخل بنطلع عارفين الكلام اللي احنا شايفينه ده ااا طبعا انا بس مش هاخدش في التباصيل لان انا مش عايز اسبق الاحداث واقول مصطلحات ممكن تبانى غريبة عليكم في اول في الاوفرويو اللي احنا بنتدها بعد كده بندخل على المحاضرة التانية بنبدأ بقى نشوف الفيزيكال لاير او الطبقة اللي هي بتاعت الكابل احنا بنسميها ترانزميشن او الفيزيكال ماديا طب هي الطبقة اللي هي يعني بنبدأ من اول ما نقول هي الاشارة بتاعت النتورك شكلها عامل ازاي السيجنال عامل ازاي والسيجنال دي احنا بن بنقى بتاعها ازاي وفي حاجة اسمها يعني ايه وايه انواع ليه ممكن يبقى بطيق او في حاجة اسمها اللي هي بتبقى موجودة لما تبعت مسلا عايز تسترجى حاجة مع النتور بس تلاقي في بطء شوية هشوف بطيق ده ممكن يبقى اسبابه ايه ومن اللي يتحسب ازاي كمان وكمان هندرس انواع الكابلات اللي احنا بستخدمها سواء النحاس او الفايبر او الكو اجزل ايا كانت والمالتبليكسنج طبعا هندرس الكلام ده بالتفصيل يعني يعني في المحاضرة يعني ودي من اهم المحاضرات بصراحة لاندي البيزيكس يعني من اهم المحاضرات او نعتبر من اهم المحاضرات يعني هيك كزا محاضرة مهمة دي من اهم المحاضرات اللي احنا آآ هناخدها ان شاء الله باذن الله بعد كده ما نختلت البقى في الاسابيي ادرس والسبنتينج بتاعها الاسابي ادرس طبعا ده الرقم كل جهاز الكمبيوترز بيبقى له رقم وحيد وفريد على اي شبكة يعني ما بيكررش على نفس الشبكة عشان ما يحصلش كونفلكت زي بالظبط انت اللي بيكون معاك رقم جواز السفر بيبقى رقم بتاعك مختلف عن رقم واحد تانى او الرقم اللي هو ال اي دي بتاعك بيبقى بيبقى رقم فريد ما بيتكررش مع حد تاني. حتى الطلبة لما بتاخد اي دي هاتها بتبقى الاي دي هات بتاعتها ما بتتكررش مع حاجة تانية. وبرضو اجلسة الكمبيوتر على الانترنت بتاخد ارقام معينة. الارقام دي ما بتتكررش على نفس الشبكة عشان اقدر اوصل البيانات لجهاز الكمبيوترز اللي المفروض يشوف البيانات دي. طبعا هناخد هو فيه two versions من الاي بي ادرس. فيه version اربعة وفرجن ستة هناخد الاثنين. وهنشوف الفرق ما بينه معامل ازاي. وازاي امسك اا اي بي ادرس منه وابدأ اجزاء الحاجة اسمها ساب نتس فرعية. الكلام دي كله على فكرة من الحاجات اللي انتو هتحبوها اوه في الشغل. لان هي هو شغل محتاج يعني اا تفكير ومحتاج اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مش بس عنا زي ما قلت OM انا ما مش عزز بلا حداس بطولба؟. حت هتحبوا تشتغلوا الحاجات دي اول. ااااااااااااااااااا بعدين حنشوفchnet. هنشوف بقى الطبقات بتاعت الشبكة عمر يعني ايه يعني ايه يعني انا عشان مثلا ما يعني معي جهاز كمبيوتر وسوحبعت لك انت مثلا اااااااااااااااااااااااااااااااااians كمبيوتر ص握 ووصف الاقتصداد ما بية الخار 충صل م Zero 일 siamo العل lion وبدال معين وهذه on technology lady turn bands like volume Access وآخر لير ديه عبارة عن الكابلز والحاجات اللي موجودة لغات مجيلك وبتعكس على ترتيب الطبقات دي و لغات مجيلك البيان هنشوف الكلام دي بتفصيل وإحنا عندنا بيبقى تنين نموذج النموذج الـ OSI ونموذج الانترنت اللي هو أو بنسميه TCPIP هنشوف النموذج ده ايه هو والنموذج ده ايه هو وازاي البيانات بتتنقل من جهاز لجهاز انصف عام بعدين بقى هناخد الطبقات دي هنبدأ ندرسها بالتفصيل احنا بنشتغل على TCPIP او الانترنت موذج فبناخد ايه الطبقات اه وبنبدأ ناخد ده بقى طبقة طبقة بالتفصيل اللي بيحصل فيها طبعا احنا قبل خدنا الـ physical layer اللي هي اول واحدة تحت خالص على فكر هي الاول واحدة تحت من تحت احنا بنعيد الطبقات من تحت الفوق مش من فوق لتحت بس احنا لما نيجي ناخدها هناخدها عكسي top down approach يعني من من فوق يعني من الطبقة الاخيرة لغاية الطبقة الاولة طبعا طبقة الاولى انا احنا كنا اديناها خلاص في Transmation والPhysical Media ودي عشان الـ basics يعني ممكن بس ما حبيتش اخليها للاخر لانا محتاج الـ information اللي فيها في بقية الـ layers فعشان كده اديتها في الاول خالص نبدأ بعد كده بالايه بالـ application layers اول واحدة خالص بنشوف احنا بدرس فيها ايه هندرس فيها حاجات انتو بتستخدموها كل يوم لكن هنبدأ بقى ناخدها بالتفصيل العلمي شوي يعني زي الـ browser الـ htp اللي هو الادرس اكتبه فوق الـ DNS اللي هو بيبدأ يحل الاسم الـ IP Address الكلام ده كله يعني برضو مش عايز اتعمق قوي فيه اللي احنا لسه في البدايات وحنشوف الحاجات الـ email بيبيعت ازاي الحاجات دي كلها هتبقى حاجات وانواع الـ network ايه هي اللي هي Client Server وبيرتبير والكلام ده من حاجات اللي هي لذيذة اللي احنا هندرسها ان شاء الله بإذن الله هكده هنخش في الـ transport layer برضو هنشوف الـ transport layer اللي هي مسؤولة عن النوع البرتوكول اللي احنا نستخدمه في نقل البيانات وحنشوف ازاي برضو دي بتتطبق ما بين نقل البيانات ما بين اجهزة الـ computer وبقى هنا احنا هناخد الطبقة اللي بقى كده الـ network layer ودي بقى هي المسؤولة عن نقل البيانات من راوتر لراوتر على الشبكة كلها يعني احنا لو نتكلم عن الانترنت احنا ممكن يبقى مثلا بين مصر وبين السعودية او بين مصر وبين الامارات او ايا كان البلدين اللي بينهم مجموعة كبيرة اول من حاجة اسمها راوترز هناخد طبعا راوترز يعنيه بالتفصيل والراوترز دي بقى بتتكون من ايه وايه هي بتنقل البيانات ازاي الكلام ده كله احنا ان شاء الله هناخده بالتفصيل بعدين بناخد الـ data link اللي هي الطبقة بقى هي التانية تعتبر اللي هي فوق الـ physical layer على طول ودي برضو هناخد فيها هي ايه وظيفتها وايه شغلتها وبتشتغل ازاي برضو من الحاجات اللي احنا هندرسها ان شاء الله بعدين بقى بعد ما متخلص اللي هي رزو كلها بنبدأ ندخل على الـ wireless والـ cellular networks نشوف بقى ايه هي الـ wireless والـ wireless شغالة ازاي والـ challenge بتاعتها والتلفونات هناخد فكرة بسيطة عن شبكة التلفونات المحمولة 4G مثلا شغالة ازاي وبعدين بقى اهم شرطر بالنسبة لتغصصكو الـ network security ايه بقى السيكورتي بتاع الـ network بقى عشان خطر حافظ عليه بقى من اول يعني ايه security والحاجات اللي بيعتمد عليها وايه هي type of attack الحاجات اللي هي ايه الاخطار اللي بتعدد السيكورتي بتاعها طب ايه الـ encryption اللي هي انواع تشفير وكل تشفير شغال ازاي وبيزد على ايه ودي من الحاجات المهمة واني تعتبر الـ basics بتاعت الـ cyber security اللي انتوا ان شاء الله بإذن الله هتدرسوها بالتفصيل بعدك طبعا دي كان overview سريع جدا عن الكورس اللي احنا هناخده طبعا انا برضو محبتش ادخل بالتفصيل في العنوين علشان يعني طبعا انا عارف ان الخلفية ممكن بتبقاش في الـ IT قوية فمش عايز اخش في التفاصيل انا ممكن ادرسها بالتفصيل بعد كده لما ادخل المحاضرات فبالتالي ان شاء الله بإذن الله ابتداء من الاسبوع القادم حنبدأ ندخل بقى في المحاضرة أولى سنة سنة وحنمسى حنلاقي ان كل محاضرة بمكتسب معلومة جديدة وكل محاضرة حنبدأ ناخد حاجات مهمة حتفيتكو جدا في حلقة النقاش هنبدأ نبسط المحاضرة فيا ريت الناس تشوف الفيديو بتاع المحاضرة قبل حلقة النقاش يعني انا في حلقة النقاش انا مبشرحش المحاضرة تاني انا بناقش الحاجات اللي انتم مفهمتهاش في المحاضرة علشان نبدأ نحقق اعلى استفادة من وقت المخصص للمحاضرة ما نعودش نشرح ونقرر الفيديو المتسجل مرة تانية اشوفكم على خير ان شاء الله بإذن الله محاضرة جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته